من الأمور التي أثيرت خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي الأمريكي سيناريو أطلقت عليه مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس اسم قلعة بغداد التي قالت أنه من الممكن أن يتحصن صدام حسين في المدينة ويجبرهم على حرب شوارع شرسة قد تستمر لفترة غير محدودة بوجود خمسة ملايين نسمة فيها في الحاصمة بغداد فقال فرانكس أنه لا يمكن بأي شكل لهذا الرجل يقصد صدام حسين أن يتمكن من جلب قواته من حدود الكويت وتركيا والتي طولها 300 ميل ليدخلها بغداد فيما إذا أراد اختيار هذه الطريقة خصوصا إذا قررت الولايات المتحدة الهجوم بقوات أقل وبسرعة شديدة وإذا اختار أن يفعل ذلك يقصد الرئيس العراقي إذا اختار أن يفعل ذلك فإنه افتراض صعب بالنسبة لنا ولكننا في نهاية الأمر سنربح المعركة ومع ذلك أصبحت قلعة بغداد تمثل بالنسبة للبيت الأبيض قلقا عميقا خاصة لدى رايس وكارد ولذلك وفي يوم العشرين مايس أرسل رامسفيلد إلى فرانكس فكرة خطة فرعية جديدة أطلق عليها اسم تحرير بغداد وكانت تعني أن على فرانكس أي هيئة خطيطا أكثر دقة للتعامل مع قلعة بغداد في كتابه بلانوفتاك خطة الهجوم يتحدث بوب وودورد عن تفاصيل الأخيرة التفاصيل الأخيرة للخطة فيقول في ثلاثة حزيران ومن خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة عرض فرانكس بفهوم جديد للتعامل مع قلعة بغداد سمى from inside out أي من الداخل إلى الخارج وتعني أن القوات الأمريكية ستقوم بشن هجوم سريع ومفاجئ على بغداد مباشرة لتصفية قيادة صدام مسيطرته فيها وكذلك الهجوم على الفرق العراقية القريبة من بغداد مما سيعيق هجوم القوات العراقية إلى مركز بغداد ومن ثم تبدأ قوات فرانكس العمل من داخل بغداد إلى خارجها لاحتلال بقية البلاد بقية العراق يعني يبدأ بغداد سماها قلعة بغداد نجم عليها إذا أنتوا تقولون بغداد نحتلها نقوض نظام الحكم داخل العاصمة ثم نطلع بعدين للسيطرة على بقية البلاد وقال أن هذا سيمنع فرق الجيش وقوات الحرس الجمهوري البعيدة من العودة إلى بغداد هكذا فسر الموضوع ووضعه بهذا الشكل لأنه يبدو أن هذه الدائرة التلفزيونية المغلقة لم تكن مغلقة في الواقع فقد تسربت بعد حوالي شهر أخبارها إلى الصحافة ففي 28 و 29 تموز خرجت الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وعلى صفحاتهم الأولى موضوع التخطيط الحرب على العراق وقالت التايمز أن هناك خيارا واحدا قدمت دراسته وهو يجوم الداخل الخارج يعني حدده اللي هو اجتماع سري الذي يهاجم بغداد أولا وقد قال بوش للمراسلين عندما سئل عن ذلك لو قالوا بعد نايتش أخبار أجاب كعادته لا يوجد أمامي على المنظد خطط حربية إننا لن نقوم بأي شيء أسكري ما لم نكن واثقين أننا سننجح والنجاح هو إزالة صدام حسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر